هاي كيفي كريم عبيروت اغني متل ما قلنا اربعة ايام عملي نجاحي كبير بالبنان وبكل وطن العربي لانه بتقول اشتصيفي وليلا ننزل عبيروت لو شو ما صار ما قلنا الا بيروت واللي رايح لحيرجع 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 لبيروت فلمست اذا بدي كل مقترب لبناني اللي اشتق لضاعته لشارعه لأهله لناسه وهالغنية كلام واقل الاشقر والحنو توزيع من حم ابو جديد صورناها مع زياد خوري هالبساطة اللي فيها حبتها العالم بيروت شوفوها بتصوير حلو عم بغنية من كل قلبي وعم بقول انه لحن ضلنا هون ونقمن ونقامن بلبنان اذا بديك ولبنان حلو كتير ومتل ما بقول بالغنية غيمة سودا ورح تقطع ولح يرجع اسمه يلمع ذكره فيها المناطق كلها على الحمرة خدني مشوار وعالقشرفية كمان العالمهم مبسطوا كتير بكل دياعهم وبتعرف الواحد لما بتذكر داعته مدينته ففيها نستالجي ونجاح كتير كتير كبير عم بتحققوا بكل الوطن العربي والجليات المغتربين واذا بديك كمان بتلمص كل مغترب حتى التونسي لما يكون مغترب عن بلده بتذكر كل مغترب ترك بلده ورايح بتذكره اجتصافية ويلا ننزل عبلده او على بيروت او اللي هي فانا سعيدة به النجاح الكبير للغنية اشوفي غيرها اكيد باول خير الصيف كمان فيه سنجل تاني عم بكونوا ورا بعده ومن بعد نجاح كمان دخيله الله وزياد خوري اكيد ما فيه شك سوري بطريقة كتير مميزة ملحم شاركني بالتصوير وابني إيلي شاركني بالتصوير مع الفانز بكل مناطق بيروت بهالبساطة الحلوة بالنسبة للصيف عندي المغرب وعندي لبنان حفلة وعندي مصر وانشاء الله يكون في تونس بإذن الله لانونا اشتقت برشا برشا لتونس وبإذن الله بشوفكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة